سطر المصريون في الخارج ملحمة وطنية جديدة بمشاركاتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وأكد المصريون في الخارج وعيهم ومدى إدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الحدث الهام ملحمة جديدة سطرها المصريون في الخارج بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وأكدين مدى الوعي الجمعي الكامل للمصريين وكان انفتاح الدولة المصرية المتزن خارجيا محركا رئيسيا لحرص الناخبين على الإدلاء بصوتهم وترجمت تلك العلاقات الخارجية التي تحفظ المصالح المصرية في المقام الأول تواصلا بناء بين الدولة وأبنائها في الخارج من جهة وأعادت لهم لاعتبار كمكون رئيسي وفاعل في الدول المقيمين بها وهي الأهداف التي تشكل حجر زاوية في رؤية 2030 التي تستمد على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة سمفونية رائعة في حب الوطن عزفها المصريون في الخارج مؤكدين الانتماء لهذا البلد من خلال الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو المشهد الذي أبهر الدول العربية والأجنبية التي رصدت مدى حرص المصريين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية رسائل قوية وجهتها طيور مصر المهاجرة إلى المواطنين المصريين في الداخل بأنها تقف إلى جانب مصر في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول في ظل إقليم يموج بالصراعات والأزمات رسم المصريون في الخارج لوحة فنية تضحض كل مشكك في قدرات وإمكانات الدولة المصرية وشعبها وبالأخص أولئك الذين أبعدتهم المسافات والحدود وربما المحيطات الذين ضربوا مثالا حيا في الوفاء والولاء والإيمان بسلامة ما تسير عليه الدولة من نهج وما تتخذه من حلم وما تسعى وراءه من طموح على مدار ثلاثة أيام حرص المصريون في الخارج على الإدلاء بأصواتهم وهو ما رصدته وسائل الإعلام العربية والعالمية موجهين رسائل شكر وعرفان للدولة والقيادة السياسية إلا أن الرسائل التي حملها المشهد وما أحاط بها من ظرف إقليمي ودولي شائك كانت أكثر أهمية وأبعد أثرا تصويت المصريين في الخارج ذكرنا بالموقف القوي والحاسب للشعب المصري في 30 يونيو للحفاظ على دولته وحرصه خلال الانتخابات الرئاسية الحالية على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية